يدي عندها 25 سنة متزوجة من 3 سنوات حدث لها الحمل من شهر وكان عندي مشكلة المبيض المتكيس الدكتور المتابع للحمل أوصى باستمرار أقراص الجلوكوفاج حتى نهاية الحمل رغم أني عارفة أن أثناء الحمل مفوط أخذ أي نوع من الأقراص المسموح به الإنسولين فقط فهي طبعا هي مش فاهمة المفوط تكمل على الجلوكوفاج والمفوط تاخد إنسولين في هذه الحالة هي خايفة أن الحمل يحصل فيه أي مشكلة بالذات طبعا الحالة دي فريدة وكان بعد طول الانتظار لأن طبعا فقط إحنا كان عندها مشاكل أخرى زي تكيس المبايد اللي يمكن نويت عنها في أول السؤال بالتهاية والحالة بتاعت الحالة دي اللي فيها تكيس المبيض بيبقى فيها صعوبة أولا في حدوث الحمل صحيح يعني إن يحصل الحمل دي حاجة نعمة من ربنا وبركة من ربنا أنه هو حدث الحمل بالفعل وهي أكيد كانت أثناء الفترة ما قبل الحمل بتاخد جلوكوفاج علشان كعلاج للمبيض المتكيس حصل الحمل الدكتور قال لها تستمر لي على الجلوكوفاج لنهاية الحمل بعض الأحيان الجلوكوفاج بنضيف لي إنسولين على حسب متابعات السكر اللي احنا قلنا عليها الصايم اللي بعد الأكل بساعتين والتراكمي لقيناها المستويات كويسة بستمر على الجلوكوفاج بدون أي خطورة على الحمل لنهاية الحمل يمكن دي الحالة الوحيدة اللي بنسمح فيها بالجلوكوفاج يتاخد طول فترة الحمل حتى خلال الثلاث شهور الأولى سيف وآمن وما فيش مشكلة دقاءة سيف وآمن لأن لو احنا تخلينا عنه ممكن يحصل إجهاض فنستمر عليه وما فيش أي خطورة منه عايز أقول أن المبيض المتكيس دي حالة بيصاحبها أيضا أعراض أخرى على وعلى عدم انتظام التبويض ممكن يصاحبها أعراض أخرى زي وجود مشاكل في هرمون الزكورة فلازم تعمل التحاليل الخاصة بالكده وأكيد عملتها والدكتور اللي ماشي معها أحييه لأنه هو صمم أنه هو يمشيها على الحبوب لكن يهمني جدا أن هي تتابع زي ما قلنا فترة الحمل كلها ولا تكتفي بزيارات متفرقة وخلاص تتابع فترة الحمل وأتمنى الدكتور دي يكون عنده نظام الواتس بتاع المتابعة علشان يتابع المريضة بتاعته عن كسب ويمنع وجود أي مضاعفات وإذا كانوا في أي مشكلة تتحل في التو واللحظة ولا ننتظر للزيارة المقبلة علشان نحلها شكرا جدا دكتور نادر طبعا وطبعا موضوع الخلفة دا دايما بيعمل توطر كبير زي ما قلنا فكرة القراس السيف أو آمن نقدر ناخده في وقت الحمل بشكو حياة برضو السؤال دا جالنا عشان نقدر نقيم ونعرف إن مش تازم إنسولين في حالات أخرى ممكن نتحرك فيه